موسيقى الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبله المتين وحذرنا من الفرقة والفتن ما ظهر منها وما بطن والصلاة والسلام على من فصل لنا الأصول تفصيلا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه فلما توالت الفتن واحدة تلو الأخرى واختلط الحابل بالنابل وذابت الشبهات في الشهوات والطالح في الصالح وأصبح السارق بطلا والمرتشي مستفيدا والنزيه مغفلا والكذاب متكلما والثابت على الحق متخلفا والمتكبر مهابا والخائف من الله ضعيفا فاعلم أنك في زمن الفتن في زمن تمنى المؤمن المخلص أن يكون تحت الثرى خيرا له من فوقه وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المبادرة والتزود بالأعمال الصالحة قبل حلول الفتن كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بادروا يعني أسرعوا إليها والمراد بالأعمال هي الأعمال الصالحة والعمل الصالح ما بني على أمرين اثنين الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه فتنا كقطع الليل المظلم أخبر أنه ستوجد فتن كقطع الليل المظلم يعني أنها مدلهمة مظلمة لا يرى فيها النور ولا يدري الإنسان أين يذهب يكون حائرا ما يدري ولا يعلم ولا يعرف أين المخرج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذه الفتن أيها الأحباب حقيقة هذه الدنيا أنها دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت ولم يحزن لشقاء كذلك جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا يحكى أن ملكا في الهند طلب من حكيم عنده أن يصنع له خاتما وقال له انقش لي على هذا الخاتم عبارة إذا قرأتها وأنا مسرور أحزن وإذا قرأتها وأنا حزين أسر فصنع للملك خاتما وكتب عليه عبارة ما أنت فيه الآن لا يدوم ما أنت فيه الآن لا يدوم والإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما سئل ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين فقال لن تمكن قبل أن تبتلاء لذلك دخلت الفتن ديارنا أيها الأحباب وأخص بلد الجريح عراق المجد والتأريخ نعم دخلت الفتن ولكن الكثير منا لم يتعظ بها قال سبحانه أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون هناك ابتلاء شخصي وابتلاء جماعي ونحن ذقنا هذين الابتلاءين ولكن الغريب أن لا يتعظ المجتمع بما صبت عليه من فتن ولا يبالي بما جرت وتجري عليه من محن لو رجعنا أيها الأحباب بالزمان منذ 2003 إلى الآن أسألكم بالله كم من فتنة مرت علينا وكم من شخص فارقنا وكم من معتقل أودع في السجون ظلما وكم من أموال هدرت ومنازل هدمت لا تمر علينا سنة إلا وتجري علينا محنة تنسينا ما قبلها ثم لا يتعظ أحد بل نسمع من يدعو إلى الإلحاد والفجور وإلى التلفظ بألفاظ لم نعهدها في مجتمعنا ونرى من التصرفات والأشكال ما لم نسمع عنها من قبل ثم لا نتوب ولا نتذكر أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ثم لا يتوبون أيها الأحباب ولا هم يذكرون هذا قول ربنا سبحانه وتعالى ومن أسباب هذه الفتن على عجاله عدم الالتزام بمفاهيم وقيم وقواعد الدين قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثانيا البدع في الدين والفجور في الدنيا ثالثا الجهل بالدين رابعا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الالتزام بضوابطه بل يصل الحال بنا أن نقتل من يدعو إلى خير ومن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكثير شارك في ذلك فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك فتمسكوا بحبل الله وفروا إلى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة